في فترة قياسية بات المسرح العربي مسرح وسينماتيك أم الفحم علماً من أعلام الثقافة والفن والإبداع في مجتمعنا العربي ووجهة ثقافية مهمة ووصلة لرفع وإثراء الحياة الثقافية في أم الفحم ومنطقة المثلث والمجتمع العربي بأسره أكد أنا أنه مشروع تأسيس مسرح العربي للكبار ومن أكد أنه هذا مسرح للكبار هو مشروع وطني وهذا بمسؤولية مش فقط الأشخاص اللي عاملين فيه إن كان مدير فني إن كان مدير العام إن كان الفنانين أنا أفكر هذا المشروع بحاجة لدعم كامل من جميع جماهيرنا العربية وكان المسرح العربي قد فاز مؤخراً بمناقصة وزارة الثقافة لإنشاء مسرح منتج ومبدع للمجتمع العربي وهو ما اعتبره القيمون على الثقافة حادثاً كبيراً وإنجازاً عظيماً لأم الفحم خاصة والمجتمع العربي عامة وخطوة هامة في نمو وتطوير الحركة الثقافية والفن في البلاد واضح جداً اليوم المسرح والثقافة هي بتعكس مستوى الشعوب وإحنا ما شاء الله يعني إذا بدك تحكي عن العنف بدك تحكي عن الاقتصاد بدك تحكي عن المشاكل الموجودة عندنا يعني بشكل كثير كبير لدرجة إنه أصبح وكأنه المسرح وإشي بعيد إشي ثانوي في حاجة ضرورية هي الخبز والأمن والأمان يعني لكن هذا بعالش بنفس الوقت يعني هنا زي الميزان كل ما كثرنا من الأشياء الإيجابية بتقل الشغلات السلبية كل العلماء وكل الناس الفهماني القارئة والمثقفة بقولوا إنه المسرح هو إشي كبير وقالوا هذا ممكن تبلش فيه ثورة كمان فتخيلي إن أنت عم تبني كمان مسرح فأنت عم تبني كمان حضارة عم تبني كمان ثقافة عم تبني حياة عم تبني يعني إشي برج اللي عم بتزيد عليه للأساس إشي كبير المسرح العربي الذي أمسى رفعة وركزة ثقافية بالغة الأهمية أطلق مؤخرا أول إنتاج مسرحي ضخم له بعنوان كافيار وعدس ليشكل نقلة نوعية لكل المبدعين والمحترفين من ممثلين ومخرجين ومنتجين وأدباء ولكل التعدديات الثقافية في مجتمعنا العربي كافيار وعدسي قصة عالمية هي رواية كوميديا عالمية لسكرنيتشي إيطالي هو بصدفين درستك كمان في الجامعة كوميديا رائلا عملت في كثير لغات وترجمت لكثير لغات قصة إحنا طبعا عربناها شوي فهو قصة جمال النجمي صاحب عائلتي النجمي أو أبو عائلتي النجمي لي عائلي فقيري هو شاعر شاعر غير محظوظ خلينا نسميها بيجمعه القدر فعيري غنيه لنا الشومري وأمير الشومري وهناك منشوق حدات كثيرة لبناش نحرك المسرحية إنما هي كوميديا معروفة اللي بيحب يقرأها كبير المسرحية كمان منها وبفضل المسرح العربي مسرح وسينيماتيك أم الفحم الذي بات بوصلة ووجهة في الثقافة والفن من المتوقع أن تتربع أم الفحم على عرش الإنتاج والإخراج المسرحي لتضع المسرح الفحموية المنتج على خريطة الإبداع والابتكار والتمييز